السلام عليكم اخواتي شكرا للتعليقات الحلوة اللي كتخليوها لي دايما في الفيديوهات واخواتي اللي انضمتوا القناة مرحبا بكم وتقدروا تشوفوا الوصفات الاخرى عندي بعض الوصفات هنا عندي في القناة حصريا وكتكون لديدة ما شاء الله مهم هنا يادرت هاد هاد الحماص واللحم والروز حتى هادك بوحده غايد فطيل له ونقدروا نديروا يلحم مص مع هادك ولكن انت شوية مقشرة نايم قدرت غير واحد شوية الحفنة ماشي بالزيف مع اللحم وكي يكون زين ما شاء الله هلما دا قزوين لانا عندو لانا ضفنا له هذا الفلفل وهذا نقول لكم طريقة المقادير كله من بعد الفاصيل هنا يا تقدروا تشاركوا في القناة ديالي مرحبا بكم فضلا وليس امرا وحتى في الانستغرام سعاد 8866 سواد هكذا تقدروا تشاركوا لو بغيتوا تتكلموا معي هكذا بالاوديو لو بغيتوا تشي وصفات اذا كنتوا مفهمتوهم شو نفهم لكم مهم هكذا كيكون ما شاء الله هادا الرز وكي يكون اللحم هكذا طيب مهم اللي نحتاج واحد طباطة متوسطة واحد بصالة واحد فلفلة هناك هنقول فلفل ما اللي كي كيكون لو بغيتو نغرسه رح يكون مزيان نخلي وهو تبارك الله كنت غرستو رح عندي الفيديو هنا اللي كنت غرستو كان عندي واحد ميسا حاس صغيرة ماشي بالزيف قدروا احتف نديرو في شي حاجة شي ميزهارية ولا نقدروا نديرو فيها هوا تبارك الله ما شاء الله اه هوا صغير يعني هديك زريعة نخليوها تيبس ومن بعد نغرسوها كيكون عندنا الفلفل ولو انا في صندوق صغير نديرو فيه التراب انا كي عجبني هادوك الحال الزريعة اللي كانت البذور باش نغرس بيهم هوا تبارك الله كله ما شاء الله اذا بغينا نغرسو غيب هديك زريعة وسافين خليوها تيبس ومن بعد سافين يبسو هادا الاوكات الافوكاتو هادا هو هعود ما شاء الله درتو وغرست ما مهم اللي نحتاجو زيت زيتون نديروها في تنجرة من بعد ندخليوها تحمى شوية من اللي غادي تحمى شوية غادي نضيفوها لها اللحم اللحم على حسب مهم احتها هذيك الفلفل قطعتها وتماطم هذيك تماطم وهذا اللي بيزر الكركومة والسكينجبير وهذا كالخرقوم سي كركومة وسكينجبير وشوية هاذا السكينجبير والبزار والبصلة قطعتها هكذا هادا كنت بعدها غرستو ما شاء الله اللي بغيتو عود نغرسو في في الميزاريا مهم هوا اللي نحتاجو شوية الحماص البصل والقصبر هكذا هادا كنت بعدها غرستو ما شاء الله اللحم اللحم على حسب اللي شوية اللحم الوصف اللحم حتى تقلبه لما شهر الشوية ومعنى اللحم بشكل روز الخاص بالكسكوس مثلا لذيك الفلفل كاتل الماداك ومهم قليت اللحم ونقلبه هكذا كان هنا بش أن نقلبه من بعد من نقلبه شوية نخليها أكثر شوية ومن بعد نقلبه ديك البصلة ديك البصلة نظيفها نضيف الفلفل. هذه الفلفلة كاملة. الحمرة. الحمرة التي تعطي لها المادة قمزوين. ونجعلها تقلة شوية تشحر شوية. ونقلبها مرة مرة مرة. ومن بعد سوف ندير عليه هذه الطماطمة وكنت حنتها. قدرت عليها وحدة ومتوسطة وحدة صغيرة. وحدة يلا درناها وحدة شوية متوسطة شوية كبيرة ومن بعد سوف نخلطها. ونقصوا النار لكي لا يتحرق. ومن بعد سوف نضيف الماء. ومن بعد سوف نضيف الماء. ونضيف الماء. ونضيف الحمص. ديكي نضيف الدعوان حمص. فنو نجعله olurه هي طيبة، سوف يكون لديه صغيرة والاحمس والاحم والاحم. ومن بعد سوف نسقي على العرض من كيف ما بغي نعود نديره إلا بغي نحمص أكثر بالزيف هكذاك مهم وهكذا كي يكون وجبة لديدة ما شاء الله لأنك يعطي لها هداك الفلفل كي يعطي لها واحد الماداق زوين بالزيف وأنا كندير حتى هداك الفلفل الحمر كنديره في الكوسكوس كي يعطي له واحد الماداق ما شاء الله زوين زوين بالزيف ولا بغيتو ننصف لكم الرابط الآخر للآخر اللي كنت آآ آآ قدرتوه هنا نسقيه مهم هذا نسقيه بهذاك الماراق دياله على حساب بغينا الماراق بالزيف أولا غشوية أولي بغينا وهكذا كي يكون ما شاء الله زوينة لديدة تقدروا دير واحد جولة فهناي في آآ في القناة ديالي إذا بغيتوا تشوفوا الوصفات الأخرين اللي كنت درتهم القبل شكرا للمشاهدة سلام شكرا للمشاهدة